السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجد عبد الرازي استشاري أمراض معضية وجهاز عدمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز وتشخيص السيلم. في الواقع بعض الشباب يتعرض لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج. وهذا طبعا نتيجة إخفاق معين في امتحان أو في علاقة عاطفية أو في صدمة نفسية وطبعا يلجأ لأصدقاء السوق وأصدقاء السوق يوجهوه في الاتجاه الخاطئ. طبعا بعد عمل علاقة جنسية خارج إطار الزواج يندم على العمل ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يدور على مخرج للمشكلة دهية. هو مصاب بإكتئاب وندم شديد على ما هو عمله. هذا طبعا يعمل له تأثير في حياته وليس عارف أن يزاكر إذا كان طالب وليس عارف أن يشتغل إذا كان يشتغل وليس عارف أن يتعامل مع مثلا زوجته أو خطبته أو زملائه أو أصدقائه. طبعا مهم جدا جدا أن نوعي هؤلاء الشباب أن ليس كل الأمراض الجنسية هي عبارة عن الإيدس. لا يوجد أمراض أخرى غير الإيدس. يعني مثلا هذا الشاب ممكن أن يأتي له بعد أربع أو خمس أيام إفرازات بولية. صديد نازل من مجرى البول وبالتالي هو ابتدى يشك أنه جاء له الإيدس. هو لا يعرف ما حصل. هو تأكد دلوقتي أنه جاء له عدوى جنسية لكن لا يعرف ما تشخيص المرض. هل هذا إيدس؟ هل هذا ما بالضبط؟ ما هو المرض الجنسي الذي جاء له؟ لا يعرف. في الغالب الإفرازات البولية نتيجة مرض إسالين. يحدث إفرازات بولية ويحدث تقرار في التبول وآلام أثناء التبول ونزول صديد من مجرى البول وآلام في الخصيتين والتهابات في البرستاطا والبربخ. وببعض الأحيان يأتي ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في الجسم وصدع. هذا ناتج عن بكتيريا اسمها نيسيريا جونوكوكس. طبعاً لو تم التشخيص مبكراً والطبيب المختص عرف المرض بيدي العلاج المناسب ويتم القضاء على هذه البكتيريا ويشفى المريض. لكن المشكلة أن المريض لا يريد أن يذهب للدكتور. هو خايف. هو مرعوب بأنه يكون جاء له الإيد. وبالتالي يمكن أن هذا المرض يطول عند المريض ويسبب مضاعفات. هذا يمكن أن يؤدي إلى عقم عند رجال. بعض الشباب حوالي 20% لا يشعروا بأي أعراض. وبالتالي يمكن أن يذهب للطبيب المختص ولا يعمل تحليل ولا يتعالب. في السيدات من حوالي 30% إلى 60% من السيدات لا يحدث لهم أعراض. التي يحدث لها أعراض ممكن أن يحدث لها التهاب أيضا في مجرى البول وممكن تكرار في التبول وآلام أثناء التبول وممكن إفرازات مهبلية والتهاب في الحوط. وممكن أيضا السيدات يحدث لهم مضاعفات مثل حمل خالج الرحم وممكن عقم لو نسدد قناة فلب. وممكن أيضا يحدث لهم متلازمة التي هي عبارة عن ألم في البطن في الجزء العلوي الأيمن ونسمي هذه المتلازمة فيتس هيو كورتس. وهذه هي نتيجة التهاب الكابسولة المغطية للكبت. في بعض الأحيان أيضا لو السيدة حامل وجدت تولد ممكن ينتقل الميكروب للجنين وممكن يؤدي إلى رمض وليدي. وهذا ممكن يؤدي إلى العمى عند الطفل. بالنسبة للجنس الفموي أيضا ممكن يؤدي إلى سيلان وممكن يؤدي إلى التهاب مزمن في الحلق مع تضخم في الغدد اللينفاوية وممكن يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة. والتهاب في الحنجرة وتغيير في نبرة الصوت لو جنس الشراجي ممكن يؤدي إلى التهاب في المستقيم مع نزول إفرازات من المستقيم. وممكن يؤدي إلى تضخم في الغدد اللينفاوية أعلى الفغز. أيضا لو شخص ده لمس هذه الإفرازات وجدت على عينيه ممكن تؤدي إلى التهاب في الملتحمة وحدث قرح في الملتحمة في العين. ممكن أيضا لو تم الإهمال في العلاج ده ممكن يدخل على الدم ويؤدي إلى التهابات في السمام القلب وطبعا ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. مهم جدا أن نعرف تشخيص مرض سيلان. هذا يتم عن طريق الطبيب المختص ينصح بالفحوصات ونأخذ مسحة من هذه الإفرازات البولية ونحللها في المعمل. وممكن أيضا مسحة من عنق الرحم ونحلله في المعمل ونكتشف أن هذا المريض عنده سيلان. ممكن أيضا نعمل فحص بولي عن طريق PCR وممكن أيضا نعمل مزرعة من البول أو من هذه الإفرازات ويتم اكتشاف المرض ونعرف أحسن نوع مضادات حيوية مناسبة لهذا الميكروب. طبعا هناك مضادات حيوية تجلب نتائج ممتازة مثل حقا السيفترايكسون، مثل الأزيسروميسين، مثل حقا البنسيلين، مثل الأموكزيسيلين، مثل أعراس الليفوفلوكساسين. كل هذه المضادات الحيوية مفيدة جدا وتجلب نتائج ممتازة. والطبيب المعالج هو الذي يحدد الجرعة المناسبة التي تتناسب مع حالة المريض. بالنسبة لهذا الشاب، ننصحه بالبعد تماما عن هذه العلاقات الجنسية الخطرة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض جنسية متعددة. منها الأيدز، منها الكلاميديا، منها الزهري، كل هذه الأمراض يمكن أن تأتي لهذا الشاب لو مارس الجنس خارج إطار الزهري. بالنسبة للسيلان، كما قالت لكم، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات، ولكن لو تم اكتشافه مبكرا، يتم القضاء عليه لأنه بكتيريا. بالنسبة للشاب، لو اضطر في ظروف معينة أن يمارس علاقات جنسية، يجب أن يستخدم الواقل الزكري كوقاية. هذا يحميك بقدر كبير من العدوى، ولكن لا يحميك مئة في المئة. طبعاً، مهم جداً أنه إذا تم تشخيص الشخص لأنه عنده سيلان، أنه يبلغ الشريك أيضاً، ثالثة، وبالتالي كأنك لم تتعليقت، إذن يجب أن يكون هناك شفافية، يجب أن تبلغ الشريك أنك عندك سيلان، وبالتالي هو أيضاً يحلل أو يتحلل، وبالتالي نكتشف المرض ونأخذ العلاج المناسب، وبالتالي أنت أمنت الشريك من تقرار العدوى لك أو ليه. طبعاً، مهم جداً أننا نكون عارفين أن السيلان ممكن أن يكون يطلقبط مع الكلاميديا، لأن الكلاميديا أيضاً تعمل إفرازات بولية، وتعمل ألم عند التبول، يجب أن يكون لازم التشخيص للمرض لكي أعطي العلاج المناسب لحالك. أنا حسيب رقم الواتس بتاعي لو في أي استبصارات أو تقارير طبية على الواتس 022-010-2728-4778 أشكركم جزيلاً شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 022-948-4860 023-4860 023-4860 023-4860